إلى سوريا الآن فالنظام السوري الذي يستعد لمعركة إدلب يتلقى دعمين مباشرين من حليفيه الروسي والإيراني وزير الخارجية الروسي أعلن أن للحكومة السورية كل الحق في القضاء على المسلحين في إدلب ولا يمكن تقبل الوضع في هذه المحافظة الشمالية لأجل غير مسمى هذا روسيا أما إيرانيا فأكد وزير الخارجية الإيراني من دمشق أنه لا بد من تطهير إدلب من كل التنظيمات المسلحة تطورات توحي باقتراب ساعة الصفر وسط غمود في الموقف الغربي والخطوط الحمر التي قد يرسمها وفي هذه الأثناء أعلنت مجموعة الأزمات الدولية أن تفادي الكارثة في إدلب لا يزال ممكنا هي الزيارة الثانية في غضون أسبوع لمسؤول إيراني كبير إلى سوريا فبعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي المفاجئة لدمشق ها هو وزير الخارجية محمد جواد ظريف في العاصمة السورية ظريف أطلق تصريحاته فور وصوله إلى دمشق حيث طلب بتطهير مدينة إدلب من من أسماهم بالإرهابيين يجب تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري زيارات ليست بالعادية في ظرف ليس بالعادي فظريف ومن قبله حاتمي جاء ليوصلا عدة رسائل مهمة إلى حلفائهما قبل خصومهما خصوصا مع تزايد الضغوط على طهران لسحب قواتها والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية في وقت تقترب فيه معركة مدينة إدلب أكثر فأكثر الزيارات بحسب مراقبين هي محاولة إيرانية لفرض الأمر الواقع فظريف جاء ليؤكد أن وجود قوات بلاده في سوريا ليس محل مساومة في ظل الضغوط الدولية لإنهاء هذا التواجد العسكري والتي عززها الموقف الروسي الأخير ملف آخر سيتحدث فيه ظريف وبات يقلق الإيرانيين كثيرا وهو إعادة الإعمار فطهران تريد لعب دور رئيسي في هذا الملف وتعويض ما أنفقته عسكريا في سوريا حسب مراقبين حيث باتت توجه أنظارها إلى أكثر من قطاع سوري تسعى للسيطرة عليه ومنها قطاعات النفط والاتصالات زيارة ظريف جاءت بالتزامن مع التحضيرات الجارية من قبل قوة النظام وحلفائه لشن حملة عسكرية على إدلب كما تأتي قبيل القمة التي ستعقد في إيران بين قادة روسيا وإيران وتركيا ضمن معادلة أستانا والتي يرجح أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول مستقبل معركة إدلب وينضم إلينا الآن من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري مساء الخير لواء الدويري مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار الحديث عن إدلب الآن على ما يبدو أن العملية العسكرية قد تخذ قرارها ولكن السؤال الآن عن حجم هذه العملية ما الذي نتوقع في ضوء التوافقات الإيرانية الروسية التركية المرتقبة في القمة الثلاثية المقبلة يعني أعتقد أنه الآن القوة المانعة لحدوث المعركة الرئيسية الشاملة في ريف حماس شمالي وفي محافظة إدلب وريف حلب الغربي والشمالي هو الموقف التركي وقدرته على مواجهة الضغوط الإيرانية والروسية روسيا حسمت عمرها منذ نهاية العام الماضي بتصريح واضح لوزير الخارجي عندما قال عام 2018 هو عام جبهة النصرة التصريحات الإيرانية واضحة وكان هناك محاولة في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي أن تطور المعارك ولكن روسيا حالت دون ذلك ودعمت الموقف التركي الآن الوضع مختلف كلية الآن بدأ بسلسل التنازلات التركية المهلة اليوم يمر عليها عشرين يوم بقي منها أربعة أيام هناك مؤتمر سيعقد في طهران ولكن تركيا بادرت الآن بتقديم التنازلات أهم تنازل قدمت تركيا حتى هذه اللحظة إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب مما يعني قطعا أنها أعطت الضوء الأخضر لروسيا وحلفاء روسيا بما فيهم إيران والنظام من شن هذه المعركة لكن بنفس الوقت هي تعزز من نقاط المراقبة اليوم دخل خمسين آلية عسكرية وصلت إلى مورك وهي في الريف حما الشمالي إذن تبدو الأمور متقاطعة بمعنى آخر هل العملية ستكون عملية محدودة ضمن أطر جغرافية متوقعة وهذه الأطر تقريبا في ثلاثة مناطق المنطقة الأولى هي منطقة جزر الشغور لأنها تؤمن طريق اللاذقية سراقب حلب المعركة الثانية هي في الأجزاء الجنوبية الشرقية من ريف إدلب لتأمين طريق حما حلب حما سراقب حلب والمنطقة الثالثة هي للسيطرة على ما تبقى من ريف حما الشمالي منطقة مورك ومحيطها وصولا إلى بعض الأجزاء لكن الذي يدقق في الخارطة عندما يتم تأمين هذه الطرق على سبيل المثال طريق اللاذقية جزر الشغور جبل الأربعين أريحة مرورا بسراقب يعني أنه يقتطع معارة النعمان ومعارة النعمان تعتبر المدينة الرئيسية الثانية بعد مدينة إدلب إذن دعني أقول الصورة الضبابية الموقف التركي الآن قد يقدم تنازلات تسمح بالسيطرة على الأجزاء الجنوبية من ريف إدلب وصولا إلى طريق جزر الشغور ووصولا إلى سراقب ويكتفي بمدينة إدلب وساهل إدلب من لماذا؟ ليحصن مواقعه في عفرين طيب المشكلة هنا لواء دوير أنه هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة تسيطر على معظم أو على الجزء الأكبر من هذه المحافظة الآن عندما نتحدث عن تنازلات تركية وبعد إدراج هيئة النصرة أو هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب ما الذي يعنيه ذلك؟ ما مصير الفصائل الأخرى؟ واضح أن النظام وإيران على الأقل يريدون تطهير المحافظة من كل المجموعات المسلحة ما مصير الفصائل الأخرى برأيك؟ يا سيدة الفصائل المسنف راديكاليا مثل الحزب الإسلامي التركستاني أعتقد سيواجه مصير هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة هناك بعض الفصائل التي لا تعتبر راديكالية على سبيل المثال أحرار الشام يمكن لتركيا أن تدافع عن هذه الجماعات على أنها جماعات إسلامية معتدلة ولكن النقطة الأهم هل الطرح التركي يقنع إيران وروسيا؟ هذه علامة استفهام دعنا نقول بأن كافة الخيارات مفتوحة أن تكون معركة شاملة مع تداعيات قد ترقى إلى مليون مهجر وتدمير البنى التحتية في محافظة كاملة لأن الموقف الغربي ليس بداعما للموقف التركي ولا حاميا للشعب السوري في إدلب هو يتحدث عن خطوط حمراء تتعلق بالضربة الكيماوية وفيصل المقدار تحدث نحن لسنا بحاجة يمكن القتل الشعب بوسائل أخرى إذن دعنا نقول لا يزال الموقف التركي يحاول أن يحقق شيء من أجل أن يضمن سلامة على الأقل سهل إدلب الشمالي مع مدينة إدلب ليعتبر كبفرزون لمنطقة عفرين منطقة التواجد الرئيسي والمنطقة الخطرة فيما إذا عادت إليها قوات قصد السؤال الكبير هنا لواء دويري ما أفضل شيء ممكن أن تحصل عليه تركيا في صفقة بشأن إدلب ما هو السيناريو الأفضل من وجهة النظر التركية أعتقد أن تركيا تحاول أن تتجنب معركة إدلب بالمطلق من خلال استخدام أدوات أخرى تركيا أنشأت جبهة تحرير سوريا أنشأت الجبهة الوطنية للتحرير هذه الفصائل عديدها يصل إلى ما يقارب 80 ألف وعندما نتحدث عن جبهة النصر نتحدث ما بين 10 إلى 13 ألف نعم تسيطر على مساحة واسعة حزب التركستاني الإسلامي يسيطر على مناطق وحزب راديكالي إذن هل ستخول تركيا بأن تقوم بتصفية هيئة تحرير الشام خاصة بعد تصفيتها رهابية بأيدي سورية هذا خيار لا يزال قائم يجنب إدلب الدمار ويعطي تركيا الفرصة للإبقاء على نقاط المراقبة الـ 12 وأعتقد أن تركيا ستسلك هذا المسعى لتقنع الآخرين بعدم الحاجة إلى معركة إدلب بالمطلق وأن الجماعات الفصائل المعارضة هي التي تتولى المهمة بمظلة ودعم تركيا ولكن في نهاية المطافة النظام وحلفاء النظام يريدون استعادة السيطرة على هذه المحافظة لواء دويري كيف يمكن ذلك بدون تطهيرها من كل المجموعات التي تحمل السلاح يا سيد الآن الحديث هنا يكون مختلف كليا هناك يوجد 85 ألف مقاتل محسوبين على الفصال الإسلامية المعتدلة وعلى بقايا الجيش الحر وبالتالي هنا إذا أرادوا استعادة المنطقة كاملة أعتقد ومع مشاركة كردية وهذا متوقع أعتقد أن المأزق تركي في البداية قبل أن يكون مأزق معارضة لهذا السبب أنا أقول بأن تركيا ستحاول أن تدفع بكل ما أوتيت بقوة من حيث إخراج جبهة النصرة من قبل المعارضة ومن ثم تطويع المعارضة بمنظومة مصالحات قد تكون مختلفة عن مصالحات الغوطة والمنطقة الجنوبية شكرا جزيلا لك اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من عمان شكرا جزيلا لك